وقع المركز الوطني للبحوثة الزراعية والمؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جيتكو اتفاقيات لتعزيز تسويق المنتجات الريفية من خلال وضع مساحة لمنتجات المرأة الريفية في أفرع المؤسسة على وطن على توزيع مجففات شمسية من قبل جيتكو على الجمعيات التعاونية وقال مدير عام المركز الوطني للبحوثة الزراعية الدكتور نيزار حداد إن مهرجان الزيتون الوطني الثالث والعشرين ومعرض المنتجات الريفية يعد أكبر نافذة تسويقية لمنتجات المرأة الاردنية وجاءت هذه الاتفاقيات على هامش المهرجان لتوسيع النوافذ التسويقية وتعزيز صمود المرأة الاردنية التي تأكل مما تزرع على هامش مهرجان الزيتون الوطني الثالث والعشرين ومعرض المنتجات الريفية تشرفنا بتوقيع اتفاقية مع المؤسسة الاستهلاكية المدنية والتي بمجبها ستتيح المؤسسة مساحة لغاية تسويق المنتجات الرفية لمنتجيها الأردنيين إضافة إلى ذلك تم توقيع اتفاقيات مع مجموعة من الجمعيات لتوفير مجففات لهم وهذه المجففات ستساهم في الحد من هذر الغذاء وستساهم بتوفير منتجات جديدة من الخضار والفواكه يتم سواء كان استخدامها في الأسواق المحلية أو لغايات التصديق اليوم توقيع مذكرة تعاون وتفاهم ما بين المؤسسة الاستهلاكية المدنية ومركز البحوث الزراعية من أجل منح فرص تسويقية وأماكن ومساحات تسويقية لكافة المشاريع التنموية وتحديدا في المناطق الريفية والمناطق النائية تمكن أصحاب هذه المشاريع من عرض منتجاتهم في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية تشجيعا لهاي المشاريع وزيادة لدخل أصحاب هذه المشاريع وأيضا للحد من نسبة الفقر والبطالة أيضا تهدف هذه المذكرة إلى جراء المؤسسة المدنية بعض الفحوصات المخبرية في مختبرات المركز والتي هي مختبرات متقدمة بالتالي تمنحنا فرصة أن نشيك دائما على المواد التي تتعامل بها المؤسسة من خلال مختبرات مركز البحوث الزراعية أضف إلى ذلك هناك تعاون في مجال موضوع تبادل الخبرات والاستشارات الإدارية بما يحقق أهداف الطرفين يأتي هذا النشاط ضمن أنشطة المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع المركز الوطني البحوث الزراعية وتشرف على تنفيذ هذا المشروع المؤسسة العدنية تطوير المشاريع الاقتصادية ويهدف هذا النشاط من خلال توقيع خمسة اتفاقيات لتزويد مجففات شمسية تعمل بالطاقة الكهربائية لعدد من الجمعيات في المحافظات المستهدفة من المشروع وجاء بناء على دراسات نفذها كوادر المركز الوطني للبحوث الزراعية بالتعاون مع إدارة المشروع والشركاء في تنفيذ المشروع ونتأمل من هذا النشاط أن يعكس الأثر المرادز بينه في تقليل فاقد ما بعد الحصاد في عمليات الانتاج والتصنيع الغذائي وسيتم خلال المراحل القادمة من المشروع توزيع عدد خمس مجففات في المحافظات المستهدفة إن شاء الله وسيستمر تنفيذ هذا النشاط على مدار تنفيذ المشروع ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع هو ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إفاد بالتعاون مع الحكومة الهولندي